النهاردة نتكلم عن تسريبات عن موبايل جديد جامل شركة فيفو والموبايل دوت موبايل جامد من ناحية كله من وصفاته وموبايل فيفو اكس فولد 2 فعايزك تركز معي كويس قوي عشان تعرف التفاصيل بتاعته وكل حاجة عنه فالله بنا نبدأ اول حاجة نبدأ بيها هي الشاشة اولا الموبايل دوت بيجي بشاشتين شاشة كبيرة وشاشة صغيرة الشاشة الكبيرة بتيجي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 8 بوصة ومع نسبة استحواز 88% وبدقة 1916 في 2160 بيكسل وبكسافة بيكسلات 360 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بمعدل تحادث عالي واللي هو 120 هرتز ومع تشبع الوان قوي واللي هو HDR10 Plus اما بقى بالنسبة للشاشة الصغيرة اللي هي الشاشة الخارجية فبتيجي من نوع AMOLED بمساحة 6.5 بوصة وبدقة 1080 في 2520 بيكسل وبتيجي بمعدل تحادث عالي واللي هو 120 هرتز اما بقى بالنسبة للرام والزاكرة فالموبايل بيجي بنسختين الاولى 256 جيجا مع 12 جيجا رام والتانية 512 جيجا مع 12 جيجا رام مع اسرع نوع واللي هو UFS4 وللأسف يعني مفوش مام ريكارت بس انت عندك اقل مساحة تخزين 256 جيجا اما بقى بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع وجهة Origin OS مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 بمعمالية 4 نانو وبتردد 3.2 جيجا هرتز مع معالج رسومي Adreno 740 وبنسبة لي اداة المعالج ده فانت اكيد عارف ان ده يعتبر اقوى معالج في موبايل اندرويد فكادة اكيد يعني هدك اعلى حاجة في كل حاجة اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 وبتدعم التثبيت البصري OIS وتقنية الدول بيكسل والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F3.4 وديد كاميرا طول فوتو 5X Optical Zoom وبتدعم برضو تثبيت البصري OIS والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.0 وديد كاميرا برضو طول فوتو 2X Optical Zoom اما بقى بالنسبة للكاميرا الرابعة فديد كاميرا الترا ويت وبتجي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وبيجي معهم فلاش لدو مزدوج وبيدعمه تقنية البندراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 8K بسرعة 30 فريم اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.5 وبتدعم تقنية HDR وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم وبنسبة لصوت الموبايل الخارجي فالصوت انا بيجي استيريو بقوة 24 بيت وبنسبة لباقي التقنيات فالموبايل ده بيدعم الواي فاي من version 6E وبيلتوس من اصدار 5.3 ومعهم كمان نجيب الصوت القنية NFC وكمان Auto G اما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بالساعة 4200 ميلي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط مع شاحن النوع Type-C 3.2 وشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن العكسي بقدرة 10 واط وقاصة البصنة بتيجي تحت الشاشة وبيجي بلون الاسود والازرق والاحمر اما بقى بالنسبة للسعر فالسعر يعني مش مؤكد بشكل كافي فناسب لك اكبر توقع للسعر بالدولار وبعض عملات الدول العربية التانية في وصف الفيديو ولكن ما تنساش تعمل لايك تسكرب وشير وسلام